تسلم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر جائزة القيادة المتميزة للعام 2016 من الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتطوير التي منحها الاتحاد لسموه كأول شخصية عالمية قيادية تنال هذه الجائزة تقديرا لجهود سموه الرائدة في تحقيق التنمية وتعظيم أداء رأس المال البشري على المستوهيين المحلي والدولي وذلك ألدى استقبال سموه بقصرة القضيبية صباح اليوم السيد ناصر النفيسي ليس المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتطوير والبروفيسور أوديتش كولي الأمير العام للاتحاد وخلال اللقاء أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن تقديره للاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتطوير وقال سموه إن هذه الجائزة تؤكد مدى تقدير المؤسسات الدولية المتخصصة لنجاحات التي حققتها مملكة البحرين على صعيد التنمية البشرية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة والتي قامت على سواعد أبناء الوطن الذين أسهموا بكفاءتهم في صياغة نموذج متقدم في التنمية الشاملة يحظى باحترام إقليمي وعالمي واسع النطاق وأشهد سموه بالكفاءات والقيادات البحرينية في مختلف مواقع العمل والإنتاج وقال سموه إنها تشكل مصدر فخر واعتزاز فهذه القطاعات استطاعت بمثابرتها وعطاءاتها أن تسهم بدور كبير في ترسيخ أسس بناء اقتصادي وتنموي راسخ في كافة الميادين في ظل ما تتميز به من قدرات إبداعية وتأهيل وتدريب يتوافق مع أحدث الأساليب العلمية وبما يتناسب مع احتياجات العصر وأشار سموه إلى أن جميع برامج التنمية البشرية في مملكة البحرين تسير في إطار متوازن مع برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك ضمن منظومة تنموية متكاملة أهلت المملكة لأن تحتل صدارة تقارير التنمية البشرية لسنوات عديدة متتالية وأوضح سموه أن الرؤية التي سارت عليها مملكة البحرين في تنمية رأس المال البشري عملت على الارتقاء بالمواطن في كافة أوجه الحياة تعليميا وصحيا وعلميا وثقافيا وتوفير وتحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة بما يمكن المواطن من أن يكون أكثر إسهاما في العملية التنموية ورحب سموه باستضافة مملكة البحرين لأعمال مؤتمر الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتطوير والذي يشكل مناسبة هم لتبادل الأراء والنقاشات حول سبل الارتقاء بالقدرات البشرية والقيادات الوظيفية متمنيا سموه للمؤتمر والقائمين عليه التوفيق في تحقيق ما ينشدونه من أهداف وقد تسلم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء شهادة ودرعا من ناصر النفيسي رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتطوير والبروفيسور أوديش كولي الأمين العام للاتحاد تتضمن مبررات منح سموه الجائزة وهي تقدير لجهود سموه الرائدة في تحقيق التنمية وتعظيم أداء رأس المال البشري على البستويين المحلي والدولي بالإضافة إلى أسهمات سموه العديد محليا ودوليا ودعمه لمبادرات تطوير الموارد البشرية فضلا عن جهود سموه في دفع عجلة التنمية البشرية باعتبار سموه رمزا قياديا ونموذجا يحتذى به في رفع وتطوير إدارة الموارد البشرية كوظيفة استراتيجية رئيسية من جانبه قال البروفيسور أوديش كولي الأمين العام للاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتطوير الذي يتخذ من جنيف مقرا له إنه لشرف كبير للاتحاد الدولي أن يكون صاحب سموه الملكي رئيس الوزراء هو أول شخصية عالمية قيادية تتسلم هذه الجائزة والتي صادق عليها مجلس الإدارة في اجتماعه بماليزيا مؤخرا كواحدة من أهم الجوائز العالمية للاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتطوير والذي يضم أكثر من ستين دولة حول العالم والألاف من الأعضاء الدوليين وأكد أن منح صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجائزة يأتي تقديرا من جانب الاتحاد لجهود سموه في قيادة مسيرة التنمية المستدامة في مملكة البحرين وما حققه سموه من نجاحات وإنجازات بارزة عززت من مؤشرات تنمية العنصر البشري وهو ما أسهم في تبوء مملكة البحرين مكانة متقدمة في تقارير التنمية البشرية العالمية ونوها بالنجاحات والإشادات الدولية التي حظي بها سموه تقديرا لمسيرته التنموية وحصول سموه على العديد من الجوائز العالمية من مختلف منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بما يصلط الضوء على التزام سموه والتزام مملكة البحرين بالتنمية البشرية من جهته أكد الدكتور بوب مارتن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السابق بأن اسم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برز من بين عدة أسماء قيادية من دول العالم رشحت لنيل الجائزة حيث توافق أعضاء اللجنة التنظيمية للجائزة على اختيار سموه وذلك نظير الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال مسيرته الحافلة لتسخير كل موارد المملكة للارتقاء بالمواطن ما أهل البحرين أن تتبوأ مراكز متقدمة في التنمية البشرية يشار إلى أن التحاد الدولي لمنظمات التدريب والتطوير تأسس في جنيف بسوسرا عام 1972 ومن بين أبرز أهدافه تعزيز مفهوم تنمية الموارد البشرية باعتبارها أداة تنظيمية فعالة تشمل جميع القطاعات والمجتمعات ويضم الاتحاد في عضويته أكثر من نصف مليون عضو من مختلف دول العالم ويعقد مؤتمراته سنوية كل عام في أحدى دول أوروبا وأسيا والشرق الأوسط أو القارة الأمريكية موسيقى التمييز كان واضح في دعم التطوير والتدريب في المنطقة وفي العالم إنه شرف كبير لي أن تتاح الفرصة لمقابلة سمو ورئيس الوزراء في هذا البلد المضياف وخلال إقامتي بالبحرين لاحظت أن الإنسان هو محور التنمية المستدامة وأتمنى للبحرين دوام التطور والنمو أنا هنا مع 55 طالب دراسات عليا في مجال تنمية الموارد البشرية لتبادل الخبرات لقد شاركت في هذا المؤتمر وألقيت كلمة في مجال دور المرأة القيادي وأشرت إلى دور سمو الأميرة السبيكة في تطوير دور المرأة إن البحرين تعتبر دولة رائدة في مجال تطوير ودعم المرأة وأشكر سمو ورئيس الوزراء لدوره الفاعل في هذا المجال